ومازلنا مع جهود وزارة داخلية والتي تواصلت في التصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتنصيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قطايا غش السلع وبحجبها عن تداول وبيع سلع منتهية الصلاحية تتواصل الجهود الأمنية للتصدي للجرائم التموينية المتنوعة في هذا السياق شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات أمنية مكبرة تنصيقاً وقطاع الأمن العام ومدريات الأمن أصفرت عن ضبط أكثر من 66 طن ضقيق بلدي مدعم قام مالك ومسؤول عدد من المخابز البلدية ومستوضع ضقيق بلدي بالجيزة وقنى وشمال سيناء بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء وضبط قرابة 195 طن ضقيق أبيض تم حجبها عن التداول بالأسواق بهدف بيعها بأزيد من السعر المقرر وبأسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بالقاهرة والجيزة والقليوبية وضبط 27 طن ملح طعام تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة والشرقية والمنوفية لبيعها بأزيد من سعرها المتداول ونجحت الأجهزة الأمنية في إطار استمرار تصديها لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها في ضبط أكثر من 52 طن مواد غذائية متنوعة تم حجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة والقليوبية وضبط أكثر من 22 طن أرز أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالقليوبية والدقهلية لبيعها بأزيد من السعر المتداول وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 120 طن أرز شعير بحوزة إثنين من مالك مخازن بدون ترخيص لتجارة الحبوب بالدقهلية والشرقية قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 556 طن أعلاف حيوانية وداجنة غير معلنة عن أسعارها وتم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء بالجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية كما نجحت في ضبط 35 طن مواد بناء بالمنوفية والدقهلية تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول ونجحت في ضبط أكثر من 36 طن أسمدة زراعية تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول بقنا والمينيا وعلى صعيد التصدي لجراء بيع سلع منتهية الصلاحية نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 8 أطنان جبن أبيض غير صالحا لاستهلاك الأدمي بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة وضبط أكثر من 77 طن لحم ودواج وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالدقهلية والقاهرة والجيزة واستمرارا لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجراء بيع سلع منتهية الصلاحية نجحت في ضبط 210 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية وتمكنت من ضبط 57 طن ونصف مواد خام ومستزمات إنتاج بلاستيك غير مطابقة للمواصفات القياسية بمصنع غير مرخص لإنتاج المنتجات البلاستيكية بالقليوبية وضبط أكثر من 15 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة المسؤول عن مخزن لتعبئة المنظفات الصناعية بالقليوبية اشتركوا في القناة